مظاهرات في عدة مدن مغربية من طرف مئات المغترضين على فرد جواز التطعيم ضد كورونا حيث اعتبر أغلب المواطنين أن إجبارية التطعيم هو مساس بالحريات الجواز المفروض في المملكة منذ أكثر من عشرة أيام جغل المتظاهرين ينفجرون غضباً أمام قوة الأمن التي منغت سحف المجموغات إلى مدن أخرى كطنجة التي تخطط لمسيرة مليونية مماثلة تغبيراً عن رفضها لإجبارية الجواز هذا وشهدت الاحتجاجات توقيفات وأعمال شغب ومشادات بين المواطنين وأفراد من الأمن هذا واعتمدت السلطات المغربية في 21 أكتوبر الغمل بجواز التطعيم ضد كورونا شرطاً حصرياً للأغفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة كالتنقل بين المدن والمحافظات والسفر إلى الخارج ودخول الإدارة الغمومية والمقاهي والفنادق والأماكن المغلقة